موسيقى انعكس ميثاق العمل الوطني على التطور في العديد من المجالات ومنها الواقع السياسي وصون الحريات في مملكة البحرين باعتبار الميثاق الانطلاق البحريني في الألفية الجديدة برؤية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعه ومثلت بنود الميثاق ومواد الدستور الذي عدل بناء على الميثاق الأساس الصلب لما تنعم به مملكة البحرين من حقوق سياسية وحريات تعتبر ذكرى ميثاق العمل الوطني ذكرى مهمة لشعبي مملكة البحرين بكافة أطيافه فالميثاق بزوغ شمس الألفية الجديدة بمشروع طموح وريادي من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وانعكس ذلك المشروع على التطور في العديد من المجالات ومنها الواقع السياسي وصون الحريات باعتبار هذين الموضوعين نتاجا لبنود ميثاق العمل الوطني التحول الديمقراطي وترسيخ دولة المؤسسات والقانون وتحديد أطر الحقوق الإنسانية وتعزيز حرية الرأي والتعبير مزيج من القيم والواقع الملموس في الممارسة البحرينية وهي تنسب أيضا ضمن حقوق سياسية تمثلت بشكل واضح في نظام الحكم الذي تكون فيه السيادة للشعب مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في الدستور الذي عدل أيضا كنتاج للميثاق البند السابع من الفصل الثاني في ميثاق العمل الوطني يؤكد تمتع المواطنين بحق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد وهو ما يستذكره أبناء البحرين في الانتخابات النيابية التي أجريت في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم ففي عام 2002 اتسمت هذه الدورة من الانتخابات النيابية بالعديد من السمات لأكثر من سبب وأفرز أسبابها أنها أرست القواعد الجديدة والحديثة لممارسة العمل السياسي في المملكة والذي بني أساسا على إرث من العمل السياسي مما فتح أفاقا جديدة أكثر اتساعا للمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار عبر أطر منظمة ومحددة ولا ينفصل العمل السياسي عن الحريات ومنها حرية الرأي والتعبير المكفولة قانونا والمحددة ضمن القانون ولضمان المناخ الصحي للعمل السياسي أصبحت حرية الصحافة والكلمة المسؤولة والوطنية من أهم تجسداتها بظل مناخ الحرية والشفافية كما أن الحريات العامة مكفولة قانونا كحرية البحث العلمي وحق التعبير عن الرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر